في بعض الصلوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرعها صلوات الإنسان بيحتاجها وإنت مدام محتاج لربنا ادخل في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة لما باله يتشغل يروح بالإذن ربنا يقول له رب الحقني يا رب ما ليش غيرك من الصلوات اللي علمها لنا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الاستخارة ولازم يا جماعة أي واحد يكون نعايشين في الدنيا بتعرض علينا أمور واش عارف اختار إيه واحدة جاي لها عريسين ما شاء الله حتى مارض عليه شغلين أو حتى لو بتستخير في حاجة واحدة جاي لك عريس أو أنت تشوف عروسة مارض عليك شغل معين يا رب أنا عايز أعرف مستقبل الموضوع ده فيه خير ولا لأ كلمة استخارة يعني بطلب إن ربنا يختار لي والسين لما تخش على الفعل تفيد الطلب أستخيرك يعني بطلب لك تختار لي يا رب العالمين طب لي أنا أطلب ربنا يختار لي لما أنا في عقل يا ناك وعرف أخد قرار وعرف أقيم ما بين البدائل لا استنى كل ما اختفت المعلومات كل ما الرؤية قلت وكل ما الإنسان كان جامع معلومات كل ما بقى عنده ترجيح في عقله وقدرة إن هو ياخد قرار في مقارنة بين معلوماتك ومعلومات ربنا وما أتيتم يا بشر كلكم وما أتيتم من العلم إلا قليلة وبعدين في حاجة البشر ما يعرفهاش مش حد في البشر يعرفها الغيب بكرة فيه إيه مقالات الأمور وعواقب الأمور فاحنا يا جماعة ما فيش أي حاجة ما حدش بيقارن نفسه بعلم الله عز وجل فكلنا محتاجين الاستخارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن لأن الصلاة دي مهمة جدا وأي إنسان عايش في حياته لازم يتعلمها ويتعلم العلامات اللي ربنا بيدها له علشان تبقى ماشي في الدنيا مستلهم من علم الله ومن قدرة ربنا سبحانه وتعالى صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة ليه طريقتين إما أنك تصلي وتدعي في الصلاة أو أنك أنت تدعي من غير الصلاة الروايتين دول وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري مرة بصلاة ومرة من غير صلاة والفقهاء قالوا كده لأن في واحدة ممكن يكون عندها عذر مش بتصلي عندها حيض مثلا فمش عارفة تصلي فأواحد مثلا سايق العربية وجالته ليفون ومحتاج ياخد قرار ممكن تدعي بدعاء الاستخار والأولى أن احنا نركع ركعتين كما في الحديث من دون الفريضة ركعتين سنة وبعدين بعد التشهد قبل السلام ولو مش حافظ الدعاء يبقى بعد ما تسلم تمسك الورقة اللي فيها الدعاء وتقول بقلبك اللهم اللهم إني أستخيرك بعلمك يا رب اختر لي باللي تعرفه أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك طلب منك تمديني بقدرتك إني أخذ قرار وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر بص انت قمة الفقر والضعف مرني على الباب تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم الحال ده اسمه حال المضطر حال الغلبان أو ربنا بيحب الغلابة تقول وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتقول الموضوع ده شغل العروسة أي أن كان اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني شوف أول حاجة دينك ومعاشي وعاقبة أمري في الأخرة عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي يا رب انت بيدك كل حاجة فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وممسكش فيه أنا مايبقاش بيبعد وأنا مسك فيه واصرفني عنه ثم قدر لي الخير حيث كان ثم ردني به يا رب ردني باختيارك عملت كده انت عملت اللي عليك خلاص سيب نفسك بقى كريشة في الهواء يسيرك الله كيف يشاء رقم واحد مش لازم تحلم بحلم ممكن تشوف حلم تشوف رؤية من ربنا بيقول لك اختار كذا علامة معينة ده رقم واحد رقم اتنين طيب لو ما شفتش حلم الاستخارة لو بين أمرين امشي في الاتنين ربنا هيختار لك ان واحد يقف وواحد يكمل بإذن الله ولو في أمر واحد كمل فيه لو فيه خير ربنا هيكمله لك ما فيهوش هيصرفه عنك سبحانه وتعالى ممكن ربنا يبعث لك حد يرجح اختيارك خليه تاخد قرار فاستمع بعد الاستخارة لنصائح أهل الخبرة يمكن يكون فيه رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لكن الاهم من ده كله نكتفاوض أمرك لربنا ومدام استخارت سيب على الله والله يحصل كله خير حتى لو مرد بموقف حصلك فيه بتلاقي يبقى ربنا اختارلك تمشي في التجربة دي عشان يعلمك منها حاجة ترجمة نانسي قنقر